للمرة الأولى منذ تعيينه في منصب نائب المبعوث الأممي الخاص لليمن يصل معين شريف إلى العاصمة صنعاء في مسعى جديد للسئناف المباحثات مع ميليشيا الحوثي في ظل متغيرات كثيرة هذه المرة في مقدمتها تصدع جبهة الانقلاب إثر مقتل المخلوح علي عبدالله صالح على يدي حلفائه وإنهيارات عسكرية متوالية في صفوف الميليشيا على مختلف جبهة القتال زيارة نائب المبعوث الأممي تأتي في وقت تشهد صنعاء حالة قمع غير مسبوقة تحولت بحسب منظمات حقوقية إلى سجن كبير بعد أن تفردت الميليشيا الحوثية بكامل المشهد الانقلابي بالتوازم عن محاولتها للملمة شتات ما تبقى من كوادر حزب المؤتمر وقيادته الموجودة في صنعاء رهن الإقامة الجبرية ومحاولت استخدامه كورقة سياسية ضمن حسابات التفاوض المحتملة الحكومة الشرعية بدورها استبقت الحديث عن أي مشاورات سياسية جديدة مع الميليشيا الحوثية بوضع جملة من الشرطي أطلقها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أبرزها التوقف عن الجرائم بحق السياسين والمدنيين مع وقفهم لإطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها بالإضافة إلى السماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين دون اعتراضها والاستعداد الصريح والواضح لالتزام بالمرجعيات الثلاثين للحوار المخلافي أكد أيضا أن الحكومة الشرعية لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوة تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقيا وليس للمناورة أو إضاعة الوقت مشيرا إلى أن الظروف تقتضي إثبات الإنقلابين لحسن النية ولن تتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت من قبل مراقبون اعتبروا زيارة المسؤول الأممي لا تختلف عن الزيارات الأممية السابقة ولن تكون ذات جدوى ما لم تكن متوازية مع مواقف أكثر صرامة لجهة التعاطي مع ميليشيا الحوثي وصولا إلى وضع حد للحرب التي أشعلتها وإجبارها على الرضوخ للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث والتنفيذ غير المشروط لقرارات مجلس الأمن اشتركوا في القناة